بيراميدز يفجر مفاجأة صادمة في أزمة حسين الشحات والشيبي مستندات جديدة تكشف التفاصيل كشفت إدارة النادي بيراميدز عن مستندات جديدة تسلط الضوء على الأزمة الحالية بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي والمغربي محمد الشيبي لاعب النادي بيراميدز عقب الحادثة التي وقعت بينهما في مباراة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي آخر تطورات قضية حسين الشحات والشيبي أفاد مصدر في نادي بيراميدز للوطنسبورت بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام تسبب في تصاعد الأزمة المتعلقة بواقعة تعدي حسين الشحات على محمد الشيبي وقد رفض المجلس التصديق على قرارات لجنة الانضباط مما أتاح للشيبي الحق في اللجوء للقضاء المصري مستندات جديدة تدعم موقف بيراميدز استندت إدارة النادي بيراميدز إلى مستندات جديدة مشيرة إلى لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أوضحت مستندات أن المادة رقم 11 المتعلقة بقرارات لجنة الانضباط تنص على أن القرارات تصبح صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس كما يجوز للجنة اتخاذ قراراتها بالتمرير في المسائل العاجلة ويكون القرار صحيحا بأغلبية أصوات الأعضاء تفاصيل كواليس جديدة في قضية حسين الشحات والشيبي وتنص المادة رقم 17 على أن قرارات لجنة الانضباط تكون واجبة النفاذ فور إعلانها للمعنيين ويعتبر الإعلام صحيحا إذا تم بواسطة البريد الإلكتروني الفاكس البريد المسجل أو التسليم الشخصي أما المادة رقم 30 فتوضح أن عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن لجان الاتحاد في الوقت المحدد يعرض الشخص الطبيعي لعقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم بينما تتعرض الأندية لعقوبات مثل خصم النقاط أو الهبوط إلى القسم الأدنى البند القانوني الداعم لموقف بيراميدز وأكد المصدر أن البنود واضحة تماما وتؤكد أن قرارات لجنة الانضباط لا تقبل النقاش ويجب أن تكون النافذة وأوضح أن اتحاد الكرة ليس له الحق في رفض هذه القرارات باعتبارها صادرة عن لجنة قضائية مستقلة بهذا الشكل تظهر المستندات الجديدة من إدارة بيراميدز تفاصيل دقيقا ومهمة تعزز موقف النادي وتوضح أن قرارات لجنة الانضباط يجب أن تكون ملزمة وفورية مما يفتح الباب أمام محمد الشيبي لاتخاذ خطوات قانونية للحصول على حقه ترجمة نانسي قنقر